في محاولة لحل الأزمة السياسية القائمة بين المعارضة الأوكرانية والسلطة يواصل البرلمان الأوكراني مناقشاته بعد أن توصل يوم أمس إلى إلغاء عدد من القوانين التي تقيد حق تظاهر ويشترط الإدعاء العام حاليا أن يخلي المتظاهرون جميع المباني العمومية التي تم احتلالها خلال 15 يوما ودون ذلك لن يتسنى تفعيل القوانين بحسب الإدعاء إلى ذلك دعا بعض نواب المستقلين إلى تشكيل لجنة تعكف على إدخال التغييرات اللازمة على الدستور بعيدا عن إصدار أي تحذيرات وذلك بهدف بناء الثقة بين جميع الأطراف وكانت الحكومة استقالت يوم أمس فيما يواصل محتجون التظاهر